بسم الله الرحمن الرحيم السيربيلم السيربيلم معناها بالانجليزية ذالة البرين البرين الأصغر ده كان منظر للبرين ظهر فيه من انفيري ورفيو طبعا ظهر فيه الهيند برين اللي هو كان الجزء المكون من البرينستيم اللي احنا كان موضوعا على مدارة المحاضرات اللي فاتت وايضا ظهر فيه السيربيلم فكان السيربيلم هو زي بوستيريور يعني الدورسل بارد وفي نفس الوقت هو اللارجست بارد اوف زي عيند برين لو جينا نشوف البوزيشن اوف زي سيربيلم هنجد ان يقع تليز بلو زي سيربيلم يفصله عن السيربيلم فولد من الديورة مطر الغشاء اللي كان محيط بالبرين كان طالع منه فولد ماشي بالعرض في هذا الاتجاه من هنا ومن هنا كان هذا الفولد اسمه تينتوريام سيربيلم فكان السيربيلم يقع بلو زي تينتوريام سيربيلم اللي كان بيفصله عن السيربيلم او السيربيلم في نفس التوقيت كان السيربيلم يقع بهايند زي برين ستم وكان يفصله عن البرين ستم اللي كافت الشهير المعروف بالفورس فاندركل اذا السيربيلم محمي من اعلى فولد من الديورة يفصله عن السيربيلم هو التينتوريام سيربيلاي ومحمي من الامام بكافتة فلد والسيربيلم يفصله عن البرين ستم هو الفورس فاندركل طيب في منظر اخر لو جينا نشوف الريليشنز اوف زي سيربيلم او السيربيلا رهيم سفير هنجد ان البوزيشن بتاعه انزي بوستيريور كرينيال فوس بس هل يجعل السيربيلم كل الكافيتي اوف زي بوستيريو كينا نفصه الحية لا البوستيريو كينا نفصه اللي هو كان الجزء اللي يقع بهايند الخط ده هذا الخط التخيولي الفيرتكل اللي ماشى على حسب هذا السهم هو كان الحدود الامامية لمنطقة البوستيريور كرينيال فوس الابر بارت من البوستيريور كرينيال فوس كان اوكيوبايت باي زي سيريبرام واللوور بارت اوف زي بوستيريور كرينيال فوس كان اوكيوبايت باي زي سيريبيلا اذا موقعه انزي لوور بارت اوف زي بوستيريور كرينيال فوس فان بالتحديد تحت مستوى تنتوريام سيريبيلاي يعني تحت مستوى الابر بوردر اوف بيترواس بارت اوف تيمبرال بون والمارجنز اوف زي ترانسفيرز سالكاس طيب السيريبيلا زي ما احنا حارفين زي ما احنا كلمنا من شوية يفصله عن السيريبرام التنتوريام سيريبيلاي وفي نفس الوقت هنا يفصله عن البونس والمضلة الكافيت المعروف باسم الفورس يتكون السيريبيلا من 2 halves كلها فيسمو سيريبيلا هيميسفير فانا عندي 2 halves او 2 سيريبيلا هيميسفيرز السيريبيلا او زي ما احنا شاهدين اهو ولور سيرفس اهو يبقى السيريبيلا متو them او سيرفس ولور سيرفس طيب انجاưa نشوف الShape أوفزي سيربيلم فكان قول شكله جلوبيلر جلوبيلر جاية من جلوب وجلوب يعني كرة يقال آي جلوب يعني مقلط وكرة العين فشكل السيربيلم جلوبيلر يعني كروي الشكل طيب هل هو كرة كاملة؟ لا يوجد في الأمام أنتيريور نوتش ومن الخلف بستيريور نوتش إزاي أن نميزه مع بعض الأنتيريور نوتش كان وائد والبستيريور نوتش كان نارو الأنتيريور نوتش ده كان يحيط وينكلوز زي برينستيم إنما البستيريور نوتش اللي كان نارو كان اكيوبايد باي زي فالكس سيربيل لاي اللي هو أحد أجزاء الديور الفولز طب تعالوا نشوف السيرفيس أوفزي سيربيل لاي في راف ديجراماتيك إلستريشن زي ما إحنا شايفين وجدنا السيربيل لم اللي هو كان جولوبيولار إن شيب اللي كان كرة والشكل لو تو سيرفيس أبر سيرفيس اللي هو من فوق ده واللوور سيرفيس اللي هو من تحت واضح من الرسمة إن الأبر سيرفيس ده كان في لات واللوور سيرفيس ده كان كيرفت طب تعالوا نتكلم على الأبر سيرفيس في طب في منظر علوي للأبر سيرفيس تعالوا نشوف الأنتوميكال فيتشارز الموجودة على الأبر سيرفس أولا الأبر سيرفس اللي هو في الرسمة عندنا ده ده السيرفس اللي بيقع تحت التينتوريام سيرابل لاي واللي كانت مواصفاته في لاد واللي كان بيظهر الأشكال الآتية ثلاث حاجات بتظهر عليه ده راية سيرابللر هيمسفير وده ليفت سيرابللر هيمسفير الأبر سيرفس كان يوجد في خط المنتصف يوصل التو سيرف التو هيمسفيرز مع بعض اندستينكت باند على الميدل لاين اسمها سوبيريور فيرمس يبقى ده أول ملمح تشريحي لما أمسك الأبر سيرفس وانظر إلي من فوق هنجد أن في الميدل لاين بين ذا تو سيرابللر هيمسفيرز اندستينكت ناس يسموها سوبيريور فيرمس هذا السوبيريور فيرمس كان بروجيكتينج أو بروجيكت يرسل بروسس في الاتجاه الأمامي ناحية الأنتيريور نوش كان هذا البروسس كان كونيكال شيبد يبقى بروجيكتز كونيكال شيبد ماس هذه الكونيكال شيبد ماس متجهة للأمام ناحية الأنتيريور نوش في اتجاه السوبيريور ميدالا ريفيلم اللي هو الميمبرين اللي كان موصل التو سوبيريور سيرابللر بدانكنز هذه الكونيكال ماس اسمها اللينجيولا يبقى للملمح التشريحي الثاني الملمح التشريحي الثالث هنجد الأبر سيرفس كان مجغول بعدد كبير من الفيشر كان أكبرهم وأشهرهم فشر اسمه برايمري فشر أو فشرة برايمة يقع عند اتصال الأنتيريور وان سيرت بالبوستيريور تو سيرت أوف زي أبر سيرفس ويقسم أبر سيرفس لتو بارتس أنتيريور بارت اسمه أنتيريور لوب وبوستيريور بارت اسمه ميدل لوب بوستيريور بارت على الأبر سيرفس لكن بيسموه ميدل لوب يبقى إذن الأبر سيرفس فيه تلات حاجات ان دستينكت باند اسمها سوبيليور فرمس طالع منها بروجيكتنج منها كونيكالشي بدي ماز اسمها لينجولا ناحية الانتيريور نوج في التجاه السبير المدالة ريفيلا وكماشي عند اتصال الانتيريور وان سارت بالبوستيريور تو سارت كماشي فشر كبير اسمه فشر ابرايما او برايمري فشر هي اسم الابر سيرفس الى انتيريور لوب وميدل لوب اللي انه من الملاحظ انه عند الجزء الخلفي انزي بوستيريور بارت اوف ابر سيرفس هنجد انازر فشر او جزء من فشر اخر اسمه هوريزونتال فشر جزء صغير منه بيظهر عند البوستيريور اند اوف ابر سيرفس اما الجزء الاكبر فيظهر من تحت وده كمن ملامح الانفيريور سيرفس اذا احنا شفنا التلات ملامح الاساسية المكونة للاناتومي اوف 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 سيرفيس اوف سيربيلا طيب الانتيريور لوب اللي هو كان بيقع أمام الفشرة برايما ده كان connecting to the spinal cord وكان مختص بالcontrol of the muscle tone أما الميدل لوب اللي كان بيقع behind the fishرة برايما ده كان connected to the cerebral وكان ده مختص بregulation of the fine movements دي كانت ملامح الأبر سيرفس طب لو جينا نشوف اللower سيرفس اللي هو الشهير بشكله الكارفد طيب احنا هنرسم the two cerebral hemispheres وننظر إليهم من أسفل علشان نشوف ملامح the inferior surface فنجد عندي two hemispheres ده عندي راية hemispheres وده left hemispheres the two hemispheres connected مع بعض بس إلا أن من inferior surface هنجد أن الملامح التشريحية بتاع هذا السيرفس لو كان كرفض هنجد فيه big أو deep depression هذا deep depression يفصل two surfaces أو two hemispheres عفواً عن بعض هذا الفشر هذا السلكس هذا depression بيسموه the valcula إذن the two cerebral hemispheres منفصلين عن بعض من ناحية the inferior surface بيديب سلكس يسموه the valcula طيب هل السلكس ده فاضي ما فيش فيه حاجة أم لا أكيوبايد بسامسينج هنجد فيه the structure الثاني اللي كان اسمه the inferior vermis إذن the valcula اللي هي كانت deep sulcus between the two cerebellar hemispheres كان أكيوبايد بيستركشور آخر اسمه the inferior vermis the inferior vermis ده تعريفه ده كان prominent warm like mass أو band مكونة من جسئين anterior part اسمها uveola وبosterior part كان اسمه pyramid واللي اتنين بيكونوا the inferior vermis اللي كان بيشغل ويقع بداخل the valcula اللي هي the big depression أو the big sulcus between the two cerebellar hemispheres طيب at the sides of the inferior vermis هنجد two rounded masses ده على الصيد يسموهم the tonsils ثم أمام the inferior vermis هنجد loop شكله غريب هذا اللوب كان بدايته rounded mass اسمها noodyol اللي هي ديت وخارج منها على the sides two masses الماس الأولى اسمها floculus والماس التانية اسمها bara floculus two masses خارجين منه النوديول خارجين منها للصيدز ويقعم خلف الميدل cerebellar بدانكل التوماس زلومة الفلوكولاس والبرا فلوكولاس مع النوديول بيكونوا لوب ثالث اسمه فلوكولو نوديولر لوب يبعدية الملامح التشريحية لل inferior surface يتبقلنا فشر كان مهم خدنا منه جزء في الأبر surface اللي هو كان الهوريزونتل فشر أما الجزء الآخر من هذا البيج فشر يظهر على الانفيريور surface وكان اسمه الهوريزونتل فشر إذن الهوريزونتل فشر أساسا موجود على الانفيريور surface لكن كان يظهر منه جزء آخر يقع في نهاية الأبر surface of the cerebellum الفلوكولو نوديولر لبيول اللي هو اللبيول الثالث ده كان connected مع الفيستيبلر نيوكلياي وكان مختص بال control of equilibrium ده كانت الملامح التشريحية بتاعة inferior surface of the cerebellar hemispheres أو of the cerebellum في منظر طبيعي هنجد هذا السيربيلا السيربيلا hemisphere وده السيربيلا على ناحية الثانية وهذا البيج دي بريشان اللي بدايت وكانت من هنا ويغوص في العمق حتى هذا المكان اللي كان اسمه الفلك وكان هذا وال inferior vermis بجزئي باليوفيلا في الأمام وكان البرامد في الخلف بيشغلهم ويحتلهم الفلك اللي هو اللي يقع بتوين ذاته سيربيلا ثم على فكنا هنجد الطنسل وأمام الانفيريور كنا هنجد النوديول أو الفلوكلون نوديولر لبيول المكون من نوديول في النص وطلع منها فلوكلس ويبارة فلوكلس على واللي بيكون مع بعض لبيول مختص بالإكوليبري اسمه فلوكلون نوديولر لبيول دي اتكارة الملامح التشريحية ل two surfaces of the cerebellar hemispheres أو of the cerebellum وإلى أن ندخل بعد ذلك في internal structures هنقفل على هذا الجزء من external features نوديولر المسيس الشقر المحيز الأن المسيس